اشتركوا في القناة ننزل في القائمة المنسدلة ونضغط على كلمة الاعدادات في الاعدادات هنا نذهب من القائمة اليمنى الى كلمة الخصوصية والان ننزل الى خيارات طريقة عثور الاشخاص عليك والتواصل معك نذهب الى الخيارات الثلاثة الاخيرة الخيار الاول من الذي يمكنه البحث عنك باستخدام عنوان بريدك الالكتروني الافتراضي هو سيكون الكل اي انه بمجرد ان يضع احدهم بريدك الالكتروني في فيسبوك سوف يتمكن من العثور عليك نذهب الى تعديل نذهب الى القائمة هنا ونختر انا فقط هذه الطريقة سوف تمنع اي شخص من ايجادك بالبحث عن بريدك الالكتروني الخيار اسفل منه يقول من يستطيع البحث عنك بواسطة رقم الهاتف الذي قدمته الافتراضي سيكون الكل اي انه اي شخص يقوم بالبحث عن رقم هاتفك في فيسبوك سوف يتمكن من العثور على حسابك نذهب ايضا الى تعديل ومن القائمة نختر انا فقط بهذه الطريقة مهما بحث هؤلاء الاشخاص عن رقمك في فيسبوك فلن يتمكنوا من العثور على حسابك اخيرا الخيار الثالث والاخير هل تريد ربط محركات البحث خارج فيسبوك بملفك الشخصي الخيار الافتراضي هو نعم هذا يعني انه عند البحث عن اسمك في جوجل سوف يتمكن الشخص الباحث من العثور على بروفايلك ظاهر هناك ونحن نريد اخفاء الملف وبالتالي يجب ان لا يظهر ملفك عند البحث عنك في جوجل بالتالي سوف نضغط على كلمة تعديل ونذهب الى هذا المربع ونزيل علامة الصح من هنا ستظهر لي رسالة تنبيه تقول هل انت متأكد من رغبتك يشير ايقاف تشغيل هذا الاعداد انه لن يتمكن الاصدقاء من العثور على ملفك الشخصي اذا كانوا يستخدمون محرك بحث خارج فيسبوك اؤكد له فاقول ايقاف التشغيل ثم اضغط على اغلاق بهذه الطريقة حسابك لن يظهر في جوجل لن يظهر بطريقة البحث عن رقم هاتفك ولن يظهر بطريقة البحث عن البريد الالكتروني الخاص بك تقريبا انت الان حسابك اصبح سريا لن يتمكن احد من العثور عليك ابدا بهذه الطريقة نكون قد حمينا الحساب من المتطفلين والحشرين والفضوليين واتمنى ان تكون هي طريقة مفيدة للكثير من الاشخاص الباحثين عن حماية خصوصيتهم على فيسبوك لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر التنبيهات وانا القاكم في فيديو جديد من قناة ارابي تيك السلام عليكم